صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022 وذلك لتأديهة الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس وذلك وفقا للشروط المحددة يشار إلى أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبلة على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج